اعتغال او سجن سلمان العودة وعوض القر والوشل المعاوم شوف يجوز للحاكم المسلم اذا رأى من اناس او شخص معين انه انه يفسد البلاد ويفسد المسلمين ويضللهم بفتاويه الخارج عن الكتاب والسنة ويريد بها زعزعة الامن وامن البلاد وانتشار الفساد والقتل وسفك الدماء والخروج على الحكام المسلمين يجوز للحاكم اذا رأى ذلك ان يوقفهم او يعاقبهم باي نوع من العقوبة جاء في هذا في كتاب الله او سنة النبي عليه الصلاة والسلام لان عمر بن الخطاب لما لقى واحد اسمه صبيق ابن عسل كان بيتكلم في الدين كلام خارنبار كلام باطي قال للصحابة قبضوا جيبوا قبضوا جابوا وفي رواية جاب الشاطبي في الاعتصام ان عمر بن الخطاب كان معزوم وليمة بتاعة عرس اول ما دخل للوليمة لقى صبيق قاعد في الصينية دارياكل قال فحسر عمر عن زراعي عمر الحاكم جدا امير المؤمنين شمر جلابته ووقع في بونج لحد ما قال يكفي يا امير المؤمنين بونج بز دي رواية جاب الشاطبي في كتاب الاعتصام ده عمر بن الخطاب تقدر تكلم معاو رواية تانية المشهورة عند الناس جاب جريد النخل وجلد في راسه زي ما رواه ابن وضاح في كتاب البدع والناهي عناء وغيره من الكتب جلد في راسه لحد ما سال الدم ونهى الناس ما يقعد جنبه عنده جرب في الوقت ده ما يقعد جنبه لحد ما تاب بعد ما تاب قالوا نفاه بعد ده ده الدين ده دي ربنا سبحانه وتعالى اما الكتب اللي بيقوله لاخوان المسلمين في التويتر عرفته وبانشره في اليوتيوب وبقوله وقفهم لانه الناس زيل بس دعوا بالخير للمسلمين في البلدان الفلانية والفلانية ده كذب اول حاجة امسك سلمان العودة ده منهجه منهج زي منهج الترابي واحد الترابي بالسودان وسلمان العودة ترابي خليجي سلمان العودة شوف منهج الزول ده باطل كيف الزول ده عنده اشياء اشياء غريبة جدا جدا. وخارج عن الدين اطلاقا. عنده ملتق اسمه ملتقى النهضة ده سلمان العودة. وده كل موسق موجود. تشاهده بين نفسك. قال اول حاجة الملتقى بتاع النهضة جاء فيه بنات. بنات. واولاد قاعدين في الترابيس كلهم. وهو محشور قاعد في نصهم. سلمان العودة الدكتور. سلمان العودة. محشور قاعد في نصهم. يد الماكرافون للبيت. والله نحن نطالب بنهضة المرأة وحرية المرأة من هذه الغيوت. احسنت يا ابنيتي. زي السير قدر. يد التاني برضو. تتكلم. احسنت يا شوشو. يد التالت ويد الولد العاطل. اختلاط واجرام. قاعدين مع بعض. ده واحد. سلمان العودة وتحرير المرأة. لكن العودة بدأ يتنكب هذا النهج في هذه المسألة. فاصبح من دعاة تحرير المرأة. وذلك حينما قام بالاشراف والرعاية لملتقى النهضة الشبابي المختلط بين البنين والبنات. وهو الملتقى الاول الذي كان في قطر. انا قلت له نريد ان يكون الدور للشباب والبنات يتحدثونهم ويتناقشون يتناقشونهم ونحن نستمع وقد نعقب مثل غيرنا. اه اذا كان عندنا انه احنا نعلم انه سنصل للنهضة ان شاء الله يعني بإذن الله. بس اه ونعرف انه الكلام في النهضة هو مهم وهو الاهم. بس ماذا ان كان بيمكاننا ان نسرع عملية النهضة. اتنين المؤتمر بتاع النهضة ده ذاته الفاشل اللي هو المؤسس والرئيس بتاعه سلمان العودة والمخترع والمبتدع بتاعه سلمان العودة. جاي فيه واحد اسمه دكتور عزم بشارة. قال ليه خاطب البنات والمسلمات ديل والاولاد المسلمين المختلطين ديل. عزم بشارة ده شنو? ده كافر نصراني. كافر نصراني. والله الذي لا اه جابوا سلمان العودة عشان يعلم الاولاد والبنات المسلمين المسلمات المختلطين ديل يعلمهم الباطل والعلمانية والنصرانية ويعلمهم الخروج قال على الحكومة السعودية زي ما موجود في الفيديو الرفعهم ذاته. طب انا اصلا كنت احلم اجلس مع ميت شاب من السعودية يعني حتى طب انا اصلا كنت احلم اجلس مع ميت شاب من السعودية السلام عليكم. ضياء يوسف من السعودية. من السعودية. السلام عليكم. عندي سؤال بالنسبة للمجتمع المدني. اخوكم محمد عبد بارقي المبارك. محمد المبارك. بالنسبة للمجتمع المدني عندما يعني نقرأ عنه نسمع المجتمع المدني يعني. انه بعد الاطاحة النظام يفهم الثوار انه ما انتهت مهمتهم. انه الان تبدأ الثورة التانية وهي مراقبة عملية التحول الديمقراطي. انه يكون فعلا تحول الديمقراطي. هذا بده درجات عالية من التنزي. انا ما بدي احكي الان على السعودية نفسها. بس انا واثق. انا واثق انه انا شايفه من هناك يعني. بعد ذاك سلمان العودة يمدح كتاب تحرير المرأة. تحرير المرأة. اللي هو كتاب كفري. قالوا المرأة تتحرر من الحجاب. لان الدين الاسلامي قيد المرأة وظلمه. فدعا صاحب الكتاب الى تحرير المرأة من الحجاب. ومن الاسلام. سلمان العودة قال كتاب تحرير المرأة. كتاب قيم عظيم. الى اخر معنى ما قال. واخر طامات العودة بجانب الاختلاط. مدحوه وثناؤه لكتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة. لعبد الحليم ابو شقة. حيث يقول عن هذا الكتاب ومؤلفه. انه جاء ليرسخ الحالة الوسطية في قضية المرأة بقوة وبرهان. بعيدا عن الغلو او التطرف او الابتذال. والجدير بالذكر ان كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة يؤصل للانحرافات المعاصرة والاختلاط والتبرج والسفور باسم الدين. سلمان ويكفرها وبكر وعمر وعثمان. سلمان العودة مع الزولة. ولذلك احنا فيها اذا تشوفوا نقرأ ابو بطر وعمر وعثمان كثير من سلمان العودة مع الجفري المشرك البليد ذات البليد سلمان العودة معه وده جاب لنا المشكلة سلمان العودة معه سوا سوا مع الجفري ويزور يزور ويقبل الجفري ويسنع عليه وديسنع عليه. سلمان العودة يدعو الى الربيع السعودي يعني الخروج على الحاكم. ربما تكون الشعوب العربية بحاجة الى ثقافة الثورات لانها ليس ذات خبرة. ما يزجنوك ونعنا كلام دا ردينا عليه قبل ما يزجنوك ذاته قبل سنوات والله انا فرحان مية بالمية انو امسال هؤلاء الدعاة الاخوانيين الله كشفهم. وربنا انتغم منهم عاجلا غير اجل وصاروا مكشوفين لجميع المسلمين. الا الزولة المغمط عينه وساد يضنينه ماذا نعرفهم. سلمان العودة يدعو لشيعية في برنامج تلفزيوني اتصلت فتاة قالت له انا شيعية واحد قال له ودعاي مستجاب واحد قال لي ما ازن دعايك مستجاب لانه دائم عناته ربنا ما بيحبه. سلمان العودة ده قال له بالعكس ده خير كتير. وربنا يسبتك على دينك وايمانك. والطامة الكبرى اخي الموحد ان الدكتور سلمان العودة اتصلت به احدى الشيعيات من لبنان على برنامج الحياة كلمة. وذكرت له انها شيعية وتستمع الى برنامجه. فدعا لها بان الله يثبتها على دينها. كاتية من لبنان فضل لي. شو انا بنت شعية يعني مثل مشعية بس نستمعها جيدة لكم. وما حسيت ولا يوم من الايام انه فيه تحييز ديني. اصل التوضيح وما يستي كتير. نشكر الاختكاتي على يعني وضوحها وصراحتها معناه وبالعكس هذا هو الشي اللي احنا ندعي لي ونتمنىه. واعتقد انه هذا البرنامج ما هو خاص ما هو مخصص لاحد. احنا يسعدنا نقطة ثانية هي قالت انه ان تدعو ربها. هي تلاحظ ان دعاها دائما مستجاب لكن احدا قال لها ان معنا ذلك ان الله لا يحبك. بالعكس يعني ان شاء الله هذه علامة خير يعني ويعني عاجل بشرى المؤمن واصلا هذه الثقة يعني انا دائما اقول كون الواحد يدعو ربه معنى انه يؤمن بالله وان الله سميع وان الله قدير وان الله رحيم فالدعاء نفسه يعني معنى ايماني رائع نفسك. ان شاء الله يعني هذه علامة ان شاء الله ان الله يعني ارجو ان الله يحبك وان الله يزيدك ايمان ويزيدك ثبات. ان الله يزيدك ايمان ويزيدك ثبات. ده سلمان العودة. شام ما يغشوك الاخوان المسلمين الظلم وغسجنوا العلامة سلمان وسلمان العلامة ذا جابوا منه في السودان. جابوا عبدالحي يوسف صاحب قناة الطيبة وباقت قنوات افريقيا. جابوا في قناة الطيبة وكان المزيع بتاع البرنامج هو عبدالحي. استضاب سلمان وهذا البرنامج نزلت كله في الموبايل. لانه قد امسعه مع التطورات الجديدة دي. نزلت هوردروب نزل امسع بعدها عبدالحي. ستكون هناك محاضرة جامعة في هذا المسجد بعنوان الشيخان يلقيها العلامة الموسوعي والشيخ الجليل دكتور سلمان العودة الذي قدم الى هذه البلاد زائرا ينبغي ان تهتغل الفرص معه وان تلتقط الدرر منه. فانه من قلائل غاص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونوا في علوم القرآن والسنة والفقه والأخلاق مؤلفات ماتعة جامعة حري بنا أن نحرص على مجلسه وأن نتنادى إلى سماع حديثه بعد مغرب هذا اليوم. انت زول سلمان. انت زول سلمان كدسافر السعودية. عمي شميش. عمي شميش يا سعودية في الايام دامش. انت زول سلمان والبرنامج نزلته ده موجود. صورة وصوت. عبدالحيوسف قال سلمان العودة العلامة قال. العلامة البسني على الرافضة. البسني على العلمانيين بتعاون مع النصارى. ده العلامة عن سلمان العودة. ده ده العلامة عن عبدالحيوسف. الجماعة دي كلها واحدة. تاني بكر لك للمرة الاخيرة. عبدالحيوسف. محمد عبدالكريم. محمد الامين اسماعيل. اسماعيل عثمان الماحي. دكتور خالد عبداللطيف. مين ما عرف ليك? من الحزبين الهنع. اطلع برا هناك العودة. عيد القرن. عوض القرن. نبي للعوضي. وازرف حاجة العريفة لما شاف الجماعة قبضهم. قام طلع تغريدة مبارح لا قبل ثلاثة يوم. في التويتر. قال نسأل الله يحفظ الملك سلمان. هاهاها. والله والله الاخوان المسلمين دي ايه? انا ما لقاني اجرا منهم. وزول محتال اكتر من الاخوان المسلمين على وجه الارد. مع انه العريف زاته. لمن لمن حصل زيادة مرتبات للسعودي قام اعترض على الملك عبدالله رحمه الله. بان تحسن الانظمة التي تظلمهم. وان تحسن هذه الانظمة وان يوضع شيء من الحق لهم. وايضا لا يكفي فقط ان يعطى فقط الموظفون الرسميون السعوديون ان يعطوا بزيادة من الرواتب او او ان يعطوا مكافآت. فان الرواتب اذا زيدت زاد على اثر ذلك بالطبيعي جدا زاد على اثر ذلك المواد الغذائية وزادت غيرها من الامور. ده زاته. لكن الليلة شابت شغل كتمت. ها? والغريب انو ديل قالوا ناس الجهاد. يا ناس ديلنا جهاد. ذول يخاف من حاكم. يخاف من حاكم. ما يخاف من ربنا احكم الحاكمين. ده بجاهد اعداء الاسلام. هو من اعداء اعداء الاسلام. يضاكم الله خير بارك الله فيكم. والكلام عنده بغيا واصل المرة جاهد.